خلينا اوضح لحضراتكم ان مواعيد لعب المباريات بتختلف طبعا من الرجال للسيدات والتحاد للكرة الطائرة بخلي طبعا المباريات سابت وثلاث للرجال بالنسبة للسيدات جمعة واثنين واحب اوضح ان احنا في الرجال معنا مجموعة دلوقتي احنا اخدنا الليفل الاعلى تلعنا من دور المجموعات رحنا المجموعة الاخرى باللعب ثلاث فرق سواء سموحة بتروجيت الزمالك فاحنا هنا في ليفل اعلى او مستوى اعلى شوية من المجموعة السابقة فاذا المبارياتنا مش كلها سهلة مباريات زمالك ان شاء الله تبقى يومها عشرة واحد الثلاثاء عشرة واحد تحديدا طيب هنروح من طبعا سيدات الكرة الطائرة هنروح لرجال كرة السلة كان في مباراة يوم الجمعة الماضي مع طلاق الجيش وشاهدناها وتابعناها على شاشة قناة النادي الاهلي واستطاع النادي الاهلي بقيادة مستر اجوستي بوش الفوز على نادي طلاق الجيش بقيادة القدير كابتن عشر توفيق بنتيجة اربعة وسبعين واحد وستين الحقيقة المباراة شاهدت تفوق الاهلي من البداية للنهاية شاهدت كتير مشاركة يعني لعيبة صغارين كتير شايفين موقع من طريق خير في الشاشة شايفين عندنا عبدالله ناصر لعب كتير عندنا كريم حاتم لعب ايضا كتير اللعيبة الكبار زي هاب امين كبار يعني النجوم لعب وفترات مش كبيرة عشان يشارك الكل شاهدت تفوق كمان تحت الحلقة من عمر طارق بشكل كبير يمكن كمان كان فيه تلات غيابات كان عندنا سيف سمير غايب امر عزب واحمد واحمد اسماعيل التلاتة ما كانوش بيلعبوا طيب احنا مباراة اللي جاي على ملعبنا هتبقى مع مصر التأمين يوم الاثنين ان شاء الله يوم الاثنين القادم هتبقى مباراة كانت ناشر توفيق المدير الفني في الشاشة هو مع نادي تلاقي الجيش وطبعا المباراة يعني كانت بتقرب ساعات وبعد كده النادي الاهلي بيفرد سيطرتك طبعا كنا بنزيع المباراة وعملنا لقاءات بعد المباراة خلينا اتفرج على اللقاءات وارجع لحضركم تاني اشتركوا في القناة